سيد محمد يسلم العبدالله الأجانب بعدد من أعضاء الجمعية وممثل هيئات المجتمع المدني وجمع من سكان المقاطعة ويأتي هذا النشاط التحسيسي حول خطورة مرض السرطاني ضمن القافلة التي بدأتها الجمعية من النواكشوت بإشراف من نزالة الصحة باتجاه خط الأمل نحو أقصى شرق البلاد نجد التوعية بأهمية مكافحة السرطاني والوقاية منه إضافة إلى التعريف بالجمعية ونشاطاتها الخيرية المتعددة وخلال كلمته بالمناسبة ثمن وللأعصابة عمل الجمعية والأهداف التي تسعى لتحقيقها يشرفنا أن نتلقى ودعوة كريمة من جمعية إذار للمشاركة في هذا الحفل البهيج الذي يهدف إلى دعم ذوي الحاجة نختار نقول في بداية على أن هذا الدعم الذي هو ودير الجمعية نشاطها يتناغم مع توجهات رئيس الجمهورية برنامجه وتعاخداتي الذي يهتم الطبقات الهشة والضعيفة من المجتمع وتهتم بها حكومته وهذا فعلا يأتي تناغما مع الهدف العام الذي عنده الحكومة وعنده السيد الرئيس وبالتالي جمعية إذار نعتبرها جمعية رائدة وغير مسبوقة في البلد لأنها تأتي تكمل على غرار المجتمع المدني كامل جهود الدولة الدولة عادة مركز الأينكولوجيا مركز متميز في شبه المنطقة لكن لا يكفي وحده يا الله مولي المجتمع المدني والخيرين كاملين يبادروا لياك يضيفوا إضافات جديدة من مستشفيات كي يعد لهم مستشفى إذار اللي هي إن شاء الله متقدمة تعداله هذا من اللي يضيف إضافة نوعية لجهود القانبي الدولة اشتركوا في القناة